موسيقى 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 حسب الراحة الواضحة عندي هون عندي وعندي مقاولة الطيار وعندي فرق في الجهد مرات هذا بنسميه PMF ايه موسيقى هو ده هو دافع كمهربائي موسيقى اذا صار عندي هون هلا شو بيسير ايش رح يمشي عندي موسيقى 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 عندي فرق في الجهد الفرق في الجهد حطيته عبر المقاومة سبب انه يصير في عندي اللي هو عبارة عن موسيقى 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 هذا من نظر على نفس الشيء بدنا نبني دائرة مقناطيسية مشابهة للدائرة هذي شوفوا ايش رح معنا رح نجيب قطعة فره ميمتيك موسيقى 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 و القطعة هاي فره ملمتيك رح اجيب joka السلك هذي رح ارفه حولين هاي الجها منها موسيقى وبعدين عندي في هاي الماغنتيك سوف يكون فيه عند الطول هذا الطول رح اسميه الللكوم. هذا رح اسميه السير. الللكوم. هاي المادة فروا ماغنتيك. فروا ماغنتيك يعني مادة قابلة للماغنطة. في داخلها بيكون فيه دومينز صغيرة زي البوصلات صغيرة في داخلها. لما بأثر عليها بماغنتيك ماغنتيك فيلد بيصيروا ايش بعمل هذول الدومينز؟ بحاور يعملوا أرواية أنفسهم بهذا الاتجاب. إذا وين القوة الدافع الماغناطسية واللي بتقابل القوة الدافع الكهربائية اللي هي هون موجود عندي. اللي هي الكويت. وهيها الكويت تمامًا ولي راح أموزلها بالرمس ممف 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 ما تزيد هذه الممتفلس مع إيش راح تزيد؟ كيف ممكن أزيدها؟ مع عدد غفات ومع إيش كمان؟ مع الطيام إذاً هي الممتفلس اللي راح أموزلها بالرمس ممف راح أموزلها راح تساوي إيش وحدتها إذا؟ إيش وحدتها؟ تيرمس إيش وحدتها؟ إذاً وحدتها راح تكون تيرم تيرمس مش تيرم؟ نعم بضروبها إذاً ممف راح تكون تساوي إن في آية اللي هي عدد اللفات كل ما زلت عدد اللفات ولذلك تفتح أنت محولة أو تفتحها ما تفرح تلاقي عدد كبير من اللفات تبي نوصل عشرة ألاف لفة أنا هون رسمت خمسة بس بالتبصيل بس وفي عندي عدد كتاب وين اتجاه الماقنيتوم موتفورس؟ على أي أساس راح أجيبه؟ عدد اليد اليوم بدأك نشوف هدول كيف جايد؟ لاحظ واضح من رسمي أنا منهم جايد هيك لافين وراجعين من ورا لافين وراجعين من ورا لافين وراجعين من ورا والتيار لهذا الاتجاه إذن التيار كيف عملوا بلوف حواريهم؟ بلوف بهذا الاتجاه إذن وين راح يكون اتجاه الماقنيتوم موتفورس؟ هلا هلأ ايش اللي بيقاول؟ بتقاول المغنطة اللي بيقاول مغنطة هي المادة اللي موجودة هون كل ما كانت مادة مختلف عن مادة بتقاول المغنطة بشكل أقل زي ما كانت المادة اللي موجودة هون بش في مواد بتكون كوند po suficiente اذا برح صيراني هون هلا في إنّ مقامل المغنطة هاي مقامل المغنطةً راح نسميها الـ ايش سمينا هديه؟ ايش يسمها؟ ريزيستنس هذي اسمها استعمالنا اليومي لما نقول ريزيستنس و ريلاكتنس نعتبرهم زي بعض قلت هذا الطالب عنده ريزيستنس انه يتعاون معي بس هون الهم معنى علمي الريزيستنس عنيش بتحكين اللي هم الدوار الكهربائية والريلاكتنس اللي هي ظن الممانعة اذا الممانعة بتحكي عن شيء تاني هولا بتحكي عن مقاومة للمغنطة انا بتدي المغنطة بدي يمشي فيها هلا رح تحكي شو اقولي فلاكس اللي يقولي فلاكس هون ايش بتشبه او الريلاكتنس شو بتشبه الام ام ام اف شو بتشبه الام ام اف اذا في اشي هلا شو رح يشبه عندي في اشي بتشبه يجير في عندية فلاكس اللي بتكور عندنا هلأ هو مإمجتيك فلاكس بح نوزه بالرمز في في من لنوفوزها في ما بينتك فلاكس اللي بمشي عندي في هاي الدارة الموجنتك فلاكس هاداlive هو بمثل ايش يعني ألايهم struggle فضل. هي وحدة اللي بمشي عندي هون. التدفق المغناطي يصير. هي مغناطيك. تدفق. هو ما فيش بتدفق. ما في سائل بمشي اه? هدى تعبير بس. ما فيش سائل عماله بمشي عندي. التدفق اللي بصير هون هو عبارة عن هاي. فيه جزيئات او فيه بتعمل نفسها في مغناطيسيا. بتتمغنط لما تتمغنط بتوجه حالها باتجاه المجال المغناطيسي اللي موجود. اذا عندي هون رح يتكون خلينا نحط المعادلة. شو بتتوقع المعادلة هاي بتساوي. عفوا. ام ام اث. فاي. بتساوي. ايو. ام ام اث. على. على. على مش هاي بتشبه هاي. هادي هي التدفق المغناطيسي. هادا تدفق الالكترونات عمانة تمشي الالكتروناتر. ام ام اث بشبه البي او بشبه. خلينا نطلع نرجع نطلع على من هون. لو انا جبت قطعة المادة معينة. وهاي قطعة مادة مثلا موصلة. ودي احسب المقامة تبعتها. حطيت سيليك هون. وسيليك هون. هاي عماها بتواجدني بمقامة تهربائية لها. هلا هاي كل ما زدت انا الكروس سكشن تبعها شو بيصير بالمقامة بتزيد المقامة ليش تدي المقامة? عم بفتح لك اكتر حتى لك تتفق فيها. الماسورة لما بزيد انا قطر الماسورة شو بيصير بالمقامة? اتقل. ازا هادا لما بزيد انا القطر تبعها شو بيصير المقامة تبعتها? اتقل. طب لما بزيد طولها شو بيصير في المقامة? ازا المقامة الكهربائية اه. بتتتناسب مع على الاريا. وتتناسب مع الطول. بتزيد مع الطول. ايش كمان بيحدد المقاومة? مش فيه مادة بتختلف على المادة? بهي الماتيريا. بهي اشي بنسميه او واحد عليها. هي خاصية للخصائص المادة. نرمز لها بالرمز سيجما. كل ما زادت معناها المادة موصليتها احسن. توصلها. واحد عليها شو بيساوي? هدول بيساوي واحد على بعض. سيجما. سيجما من اي من وين جبناها من اي الفابت كمان نفس الشي. من اليونان اليوناني سيجما ورو. ازا كل ما زادت المادة شو بيصير بسيجما? بتزيد. ازا هون عندي شو بدها تتساوي هلا المقاومة? شو بتتوقع المقاومة بتتساوي. بدها تتناسب طرديا مع طول. وعكسيا مع مساحة. وطرديا ولا عكسيا مع سيجما? المقاومة. طرديا. عكسيا ليش? هاي هاي بس هاي الموصلية. لما تزيد الموصلية شو بيصير في المقاومة? الموصلية. لما تتحسن الموصلية. بتزيد المقاومة لما تزيد مين? ها? بس بتقل مع السيجما. ازا عندي ار بتساوي ال على سيجما في اي? ازا واضح هذا القانون? هذي لو عندي قطعة بامكانك انت تحسبها. انت نفسك تدارك تجيب قطعة وتحسب المقاومة تبعتها لسيج. تاخد قطر تبع السيج وبتحسب تبعته. بتجيب طوله. بتشوف المادة اللي هو مصنوع منها ازا كانها نحاس وبتروح ايش بتطلع? تطلع سيجما او رو. واحد على بعض. هما نفسهم واحد على بعض. بتحسبها بتقدر تطلع مقاومة اي سيج. انت ازا عندي مقابل كهربائية بتساوي ال على سيجما في ايه? ازا شو بتتوقعوا رو بدها تساوي هون? ايش اللي بقدر اغيره هون تحيط انه رو اللي هي مش هو اخر. اه اه الممانعة كيف بدت تتغير هون? تعال. الكور. 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 هادة اللي هو ايش الكور? هادة هو الكور طبعا هادة. اه. بدي اغيرني هادة. ايش الاشيالي بغيرها بهذا حتى تتغير المقام? الطول. وين الطول? هاي. مش هادة كله هون بالقاوم اللي قدامه هونطو حتى يصير في عندي التماغنق? ازا هادة شنو قابل? اه. الطول هادة. اه. قابل ال 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 ال. اه. ازا عندي هلا اروا. ايش كمان? هادة عبارة عن ورقة ولا الو الو عرض. مش هيك يعني هادة فعليلا هو هيك مزبوط? مش هادة الو عرض من هادة من هون? ازا ايش كمان? اصلي ايريا باين ال ايريا? اللي هي هايا. ايش هيك? هاي. لو انا اجيز الصيت هذه. واطلعت عليها. شو ما شوف? مش ما شوف ايرى مربع تماما او مستطيل. ازا هون في عندي ايريا هون. اللي هي ال ايريا هايا. والشيه التالي شو يكون. هل المتيريا زي بعض? في ماتيريا اللي بتتحسن احسن من ماتيريا. ففي عندي اشي اسمه? عفوان ايش? ال ال ايش ما انها? لا ال الطول. المسار. لا ال سي. انا كاتبها ال سي مش اي سي? ال سي اه? ال سي بس هي صبق يعني. مش اشي جديد اه? يعني سي عارفين شو الصبق يعني سبسكريبت? وحط ال وصير صغير هون. مش انه ال مضربة في سي. ال لالكور. ال لالكور اه? ال سبسي. هادي هون? هادي ميو. اه اي شي. ميو اللي هي دي خاصية المادة. سهولة المغنطة المادة. النفاذية. تمام? ممتاز. نعم. نفاذية والممانعات. السماحية هي تمام? هي النفاذية. وهاي الممانعة مزبوط. مزبوط. نعم. تأكد ما تأكد. انا بأظن انها مزبوط. لانه السماحية هي. ازا عندي شو بتساوي? بتساوي طول ال كور. راح تحط هون السي الصغيرة. مقسومة على مقسومة على يعني كل ما المادة كانت مغنطتها اسهل. شو راح يصير في ار? راح كل ما كان ال اكبر شو راح يصير بار? راح تحصل. كل ما كان طول الكور اكتر شو راح يصير بار? مزبوط. اوكي ازا هذي. خلينا يجي نتطلع على فاي. فاي هي الماغنيتك فلوكس التدفق المغناطيسي. هذا التدفق المغناطيسي وحدته ويبر. نكتبها. نسبة لعالم هرباني اسمه ويبر نأخذ. دكتور بالنسبة لالالسي. اه. الطول كامل. اه. الطول هو هلا ما بتاخده انت من هون لهون. ولا بتاخده من هون لهون. بتاخد تقريبا متوسط. متوسط. متوسطه كامل? اه. كامل. بتاخده تقريبا من نص هاي لنص هاي. 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 ونص هاي لنص هاي. زي المحيط كأنه زي المحيط. صحيح كأنه زي المحيط. هو لما نيجي نحل الأسئلة راح تشوف لما نيجي نحل بعض الأسئلة بلنا نحاول ناخده يكون متوسط كتقريبا لأنه هذا كامل لأنه هاي تقريبا كأشة كبيرة كثيرا وهي راح تكون صغيرة احنا ناخده تقريبا الوسط يعني كأني بتقريبا في نص لهذا بحاول أمشي المين بسامي المين طاط يعني المتوسط والطولي اللي انت بدأت تمشيه يعني لو احنا بناخدها بشكل بسيط وبشكل يعني بس حتى نقربها للأثان لو انت بدأت تمشي هنا راح تمشي بره وانت راح تمشي جوه راح تحاول تمشي بالنص مشين وهي اللي باخدك فيه هادا اللي هو بتحبار عن هالسي بالنسبة للماغنيتك فلوكس الماغنيتك فلوكس فاي وحدتها بالبره اللي هي التدفق الماغناطيسي لو بدي ألاقي الدنسيتي تبعته اللي هو التدفق الماغناطيسي عقا ايش عقا ايش عقا السكشن اللي عماله بمشي فيه يعني لو احنا يجينا قصينا هذي من هون مطلع عنه شارفين هاي دفق الماغن هون كان يبسكت هذا وقصيته وانطلعت من هون ايش راح اشوف امامي مستطيل 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 مزبوط هي والفلاكس وين جاي لان هون هو الفلاكس كان ماشي هاي مزبوط الفلاكس هلا هون وين راح تقول ماشي كان له عمودي عليه وشين وهذا اللي هي الاريا هون والفلاكس جاي عمودي عليه داخل فيه الدنسيتي الدنسيتي ايش معناها كثافة بحالي هاي دنسيتي شو ممكن تكون بادرة اخدها فاي على ايريا يعني خلينا اخد مثال عن دنسيتي لو انا عندي هون مساحة من الارض الف متر مربع وثاكن عليها خمس اشخاص مش بادرة الاقي دنسيتي تبعت الناس اللي ساكنين في المنطقة هاي شو بقول خمسة خمسة على الف متر مربع مش هيك ازا كل ميتين متر مربع في شخص ازا شو قسم قسم في على 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 نفس الاشي مش بقدر اعمل هيك هون بقدر اجي اقول اللي بتساوي على ايه هادي بنسميها دنسيتي هون دنسيتي مش معنى هات كثافة بتاكل معنى دنسيتي احنا بنظر نيجي نقول على مدينة نقول المدينة هاي الكثافة السركانية فيها قديش مثلا كل كيلو متر مربع في عشر ثلاث نسبة مزبوط مش بقدر اعمل ايه نفس الاشي احنا عملنا هون هيك قولنا الفاي اللي موجودة هون الشدة تبعتها شدة الماغنيتك فلوكس دنسيتي في كل متر مربع في كذا فلوكس هادي بنسميها ماغنيتك فلوكس دنسيتي شو واحدتها راح تصير ايش كانت واحدة في ويبر ويبر واحدة ايه ايش ميتر سكوار مش هيك ازا شو راح تصير عندي هادي واحدتها ميتر سكوار اللي هي تسبة نسبة الى العالم الكرواتي تسلا دعا علا مش هيك مش بقسم اتذكر الدنسيتي اللي موجودة في المدينة لو بدأت تحسب الدنسيتي شو علت قسب عدد السكان على المساحة بمثل مربع نفس الشي احنا هون بنعمل بس لاحظوا هاي ايه شو هي اللي هو عمالة واجهة عمالة امور منها يعني لو عنده تدفق جاي من هذا الاتجاه لهاي الحيطة وحسب كل الفاي اللي موجودة بهاي المنطقة كلها اللي ضربة هاي الحيطة اللي موجودة هون لو بدأت تنسيتي هون شو بعمل على هاي الحيطة شو بعمل بقسب فاي على مساحة هادي كلها بكون هادا شدة التفق المغناطيسي اللي موجود هون عندي اللي هو عبارة عن فاي على ايه وحدته هذا تسيب شكرا لكم